كما تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للجمارك بولاية انبواقي من حجز سيارة سياحية بعد مضاردتها وكان على متنها 4000 علبة سجائر أجنبية الصنع و50 خرطوشة تعيار 12 مليمتر لسلاحي ناري من الصنف الخامس العملية ما كانت من حجز سيارة التي تم بداخلها العثور على البضاعة التي قدرت كذلك غرامتها المالية المستحقة بمليار و700 مليون سنتيم رشيد مقدم تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للجمارك بأم البواقي من حجز سيارة سياحية بها بضاعة أجنبية الصنع وهذا بعد استغلال المعلومة مؤكدة مفادها محاولة تهريب بضايا تتمثل في سجائر أجنبية الصنع حيث تم نصب كمين محكم وبعد جهد جاهد واحترافية تمت محاصرة السيارة وتوقف صاحبها إجباريا بمحاذاة الطريق وهروبه فتم تسليم المحجوزات المتمثلة في السيارة والسجائر إلى السيد قابض الجمارك لدى مفتشية أم البواقي وبعد تعداد البضاعة تبين أنها تتمثل في 4000 علبة سجائر أجنبية الصنع بالإضافة إلى 50 خرطوشة من السلاح للسلاح الصنف الخامس